حياتي ليكم اصدقائي الاعزاء احنا قدام حالتين فتاة المعادي والزوجة اللي تم اختصابها امام زوجها في الاسماعيلية. الحالتين هما بيعبروا عن غياب الامن. وعلى فكرة هما مش انا شخصية مش متفاجأة بالقصتين او الروايتين دول. ومستغربة حقيقة ردود الافعال بتاعت الناس كأن كنتم مش عارفين ان الحاجات دي اصلا متفاشة في المجتمع بطريقة لا تتخيلوها. مش كل الناس تعرف الحدوطة. فتاة المعادي هي بنت بتشتعل في بنكة عشرينية ورجع من شغلها شايلة حاجات ناس اتعرضوا لها حاولوا يشدوا الشنطة بيقال او تم تصدير القصة على ان هو تحرش علشان يتهيج الموضوع لما تتعرض له الفتيات من تحرش. لكن حقيقة الامر ان هما حاولوا يلفتوا نظرها بكلام طبعا اللي هو المعاكسة ثم تقلبت بعد كده ان هما يشدوا الشنطة علشان يسرقوها. اوتوماتيك كده طبعا انتم عارفين التصرفات دي بتنشأ عن الناس اللي هما بيتعطو ده تصرف طبيعي جدا اللي عايز مخدرات اللي عايز فلوس من اي شكل ومن اي مصدر. القصة البنت راحت ضحية طبعا شدوها وهي تمسكت بالشنطة زمان كان الوضع مختلف. زمان كان اللي بنقول فداك وتتعود ولا يهمك لكن دلوقتي بقى جايبان الفلوس صعب. فيها فلوس جامعية فيها فلوس مرتب. فيها اللي بقى لها الاخر الشهر وراها التزامات مادية. لدلوقتي الناس بقيت بتموت علشان خاطر تتمسك بالقرش اللي اللي في ايدها اللي داش استعداد ان هي تعوضه لان فيش مصدر تاني. مهما يكون يعني واحدة بتشتغل يعني وراها التزامات. والحياة ما بقيتش بالسهولة دي. وما بقيتش الابهات اللي كانوا زي زمان ان الشغل كان رفاهية لنا علشان بس ايه? يلا روح يطلعي طاقتك عايزة تشتغل وتثبتي زيتك. لها دلوقتي بقى الشغل مسؤولية والبنت بتشيل نفسها وبتجهز نفسها وممكن لو عايزة تكمل تعليم او حاجة. اصبحت هي المسؤولة تماما عندها. وتوفت البنت وتم دفنها وتم في خلال ساعات آآ من الكاميرات الابضة على الاتنين معرفش ازاي بس عمتا يعني شكرا لجهود الشرطة واتقبض على الاتنين شكلهم فعلا الناس يعني حقيقي آآ بيطعتهم. يعني واضح جدا. اللي رواية التانية ان آآ آآ راجل وزوجته راحوا المقابر علشان يدوروا على التوريسيكل المسروق منهم. معرفش هو راح يدور في المقابر اللي خلاه ياخد زوجته. يعني واخد مراته معاك ليه في حتة زي دي انا مش فاهمة كان زمان يعني الواحد بيعرفه ورايح فين وبيحافظ على اهل بيته. نهايته ان هو اخد الست وراحه فكان فيه ناس زي المسجلين خطر او الناس الخطيرين اللي بيعودوا آآ في المقابر هناك والكلام على يعني بيتفاوضوا على التوريسيكل فالناس دي حال يدفعنيهم الزوجة وبيقولوا جميلة وبتاع فحال يدفعنيهم فراحوا قالوله علشان تاخدوا لازم آآ يحصل كزا. وطبعا هو رفض فمسكوا الست واختصبوها كما يقل امام زوجها ودي الحكاية اللي بيتم تصدرها وده حصل في المقابر في الاسماعيلية. آآ يعني احنا بالاخر كده بنقول ان احنا امام غياب امني. آآ ان دي مش بلد الامان وادخلوها امينين احنا عاديين فيها غير امينين. آآ اللي انا قلته لكم قبل كده وحايده تاني وتالت ان الاكبر تحدي بيواجه مصر هي ارتفاع نسبة البطالة. الناس بمحتاجة فلوس. الحياة غالية جدا. وما فيش فرص عمل وما فيش تأهيل لآآ او او حتى آآ حاجة اسمها احنا بيعمل بنعملها عندنا اسمها الاوس بيلدونج. الاوس بيلدونج ده للناس اللي ما كملتش تعاليمها او ضعيفة في التعليم او لا ترغب في التعليم. بيشوفوه هو عايز يشتغل ايه? بيتسجل في مكتب العمل. وبياخدوه انت عايز تشتغل خباز فران آآ آآ عامل بنا آآ آآ مبيض محارة. شوف انت عايز تعمل ايه? حتى لو عايز يشتغل سواق تاكسي لازم يعمل حاجة اسمها او بيدرس من ثلاث شهور واخن بتوصل لثلاث سنين. وفي مجموعة من الهيئات اللي بتدعم ده. يعني لو هو مسجل انه بيشتغل في اي مكان ففيه آآ هيقة اتنين. لو انت بتشتغل هم اللي بيصرفوا على تعليمك وتأهيلك انت بتدفع آآ بالنسبة بسيطة. يعني سي لو انت عايز تشتغل آآ مثلا آآ عايز تشتغل في وظيفة حكومية لكن انت في نفس الوقت دلوقتي ما عندكش الامكانيات عايز تشتغل آآ اي حاجة كاتب آآ آآ بتقطع تذاكر بتدخل ناس لكن علشان تشتغلها محتاج تعمل آآ آآ طب بفلوس وانا مقدرش ادفعه فانا بشتغل اي حاجة مثلا آآ في اي مطعم طيار بيسجلني وبالتسجيل ده بروح لهذه الهيئة بتدفع لي تسعين في المية من مصاريف الاوس بيلدونك ده علشان اقدر اشتغل طبعا المؤسسة الحكومية او اشتغل في اي مكان بالوظيفة اللي انا عايزها اللي بتيجي معها مزاجي او لو ما كانش كده انا بروح اسجل نفسي مع مكتب العمل لكن الناس دي متسابة مفيش امل ان هي تعمل حاجة غير انها تسرق وتنهب وتتعرض للستات اللي رايحة واللي جاية وتفضل قاعدة اه اللي انا دلوقتي عايز مخدرات وده التحدي برضو من احد التحديات الكبيرة اللي عايز الانتشار المخدرات في البلد وبالتالي طبعا خلاص ما هو بص اللي متوقع انا قلتها لكم زمان ان الناس مش هتعمل ثورة اه ده احتمال يعني الوقت الحالي اه غير متاح كما رأينا ربما في يوم من الايام من كتر الضغوط اللي بيتعرضوها لكن في حاجة تانية اللي هي المتاحة والاسهل ان الناس تصور على بعض انها هتاكل في بعض ان انا يعني اتهجم على بيتك اتهجم على بنتك اللي ماشي الكلام ده انا قلته في فيديو قبل كده لما بنتك تبقى ماشية في الشارع انت دلوقتي بتقايد نظام الحالي وابتدعمه وشايف ان الدنيا زي الفل وسكر يعني مفيش بعد كده بنتك اللي ماشية في الشارع اللي رجع من شغلها هتتعرض ان العطل اللي الدولة ما وفرت لهش وظيفة علشان يشتغلها ومعندوش دخل غير ان هو يسرق بنتك وهي ماشية وممكن تروح ضحية غياب الامن في البلد وضحية ان الناس دي عاطل معندوش شغلانة تمام اهي روح راح بنت لسه في عز شبابها في مقتبل حياتها من ناحية تانية معرفش بتوع المقابر دول كأنهم مثلا كسرين عنا بحاجة يعني احنا مطلوب مننا نتقبل طول العمر ان المقابر دي ليها ساكنين والساكنين موجودين محدش يقدر يجي جنبهم بتوع المخدرات آآ ناس برضو عاطلين كده قاعدين آآ آآ الناس اللي رايحة تقدفن يهجموا عليهم ياخدوا منهم اي حاجة حسنة بتاع كل ده علشان بيطاعتوا الدولة ساكنة عليهم ليه انا مش فاهمة ده في البلد كلها انا مش بتكلم على الاسماعيلية بس ده في كل حتة آآ ما تبصش المحافظات الكبيرة المقابر ليها يعني قاطنين مش بس الاموات طب الناس دي متسبة ليه الناس دي من وانا صغيرة باسمع ان في ناس بتسكن آآ وبتنان بالليل في المقابر وكلهم بيطاعة مخدرات وأطفال الشوارع ولما بيكبروا بيبقوا شباب الشوارع مسكوت عليهم ليه يعني سايبينهم ليه يعني يكسرين عندنا بقيها عشان نسكت على الوضع بتاعهم هاي انا مش فاهمة فطبعا كمان اللي انا مستغربة لقوي ان الناس يعني كأنها تفاجئت يعني انا افتكر ان ما فيش عيلة في مصر ما تعرضش حد منها او من معارفها ان واحدة تبقى ماشي يعني حطة شنطتها وتتشد منها سواء من موتوسيكل سواء من عربية سواء واحد معدي بيجري موضوع يعني انا واحدة فعيلتي برضو اتعرضت للموضوع ده آآ سنة كم? الفين وحداشر قبل قبل السورة وقبل كلامة نهاية الفين وعشرة بداية الفين وحداشر آآ واحدة قريبتي اتعرضت ان شنطتها اتشدت منها من موتوسيكل هي حاولت لحظة تتمسك بيها وبعدين ثابتها. اللي كان فيها الحقيقة الواحد ما بيزعلش كمان على الفلوس قد ما بيزعل على الاوراق والكرنيهات انك انت تتعامل مع البلد فيه اعادة استخراج آآ كرنيه او بطاقة او الكلام ده كله دي كارسة كارسة لان بيبقى فيها حاجات مطلوبة وروح وتعالى وفلوس كتيرة بتتدفع ومين فاضي اساسا فيه آآ ناس بتشتغل في اماكن ما بيردوش اديوهم آآ آآ اجازة او نص يوم علشان يعود يروح يطلع بدل الحاجات آآ كمان انك انت اتبلغ لو شنطتك فيها باسبور لازم تروح الاسم لو فيها بنك لازم تبلغ وتعمل محضر موضوع صعب جدا فانا ممكن اقاتل شوية ولاني اتعرض اني اروح لموظفين علشان اعمل استخراج بدل فائد واعملولي تحاري مصيبة سودة انا دلوقتي الموظفين وبوش طائل نفسهم والاتموسفير كل اللي بيشتغلوا فيه خنائهم وبيطلعوا صبيوتهم على الناس فالحقيقة يعني احنا مش مدين لنا خيار يعني انا ما عنديش اختيار آآ ياريت ما تفكرة ما تضخميش الموضوع وما تدلوش اكبر من حجمه وده حوادث فردية انا وحضرتك عارفين كويس قوي ان ده حاجات مش فردية ده حاجات بقت الطبيعي هو بس المفاجئة ان الاعلام عمل فوكس عليها فانتشرت بكسافة لكن لو جينا للحق ده هو ده طبيعي بتوع المقابر من زمان وبعدين علشان بقى نتكلم بشكل آآ صريح اكتر من كده كمية حوادث الاختصاب اللي بتحصل داخل المقابر ما بين ناس آآ آآ ملهاش هوية آآ بنات من الشوارع بنات ايتام آآ حد واحدة هربانا من بيتها بتتعرض عاجل الاختصاب في المقابر ولا الاعلام لان دي ناس يعني آآ طبعا مش هتروح تبلغ فبالتالي الموضوع انتهى ومطلوب مننا نقبله وبنغض كده آآ يعني نظر كأننا مش عارفينه وكلكو عارفين كويس قوي ان بنات كتيرة بتتشد شنطتها وامهات وستات ده بقى هو ده العادي وكمان كلكو عارفين كويس قوي ان موضوع اللي حصل اللي تم نشره اللي هي المجموعة من الشباب في المنصورة آآ زبطهم هما بيعملوا جنس جميعي داخل العربية انا قسفة طبعا يعني ما يصحش اني اقول لكن برضو كلكو عارفين ان ده طبيعي جدا وبيحصل وفي حتة كتيرة في مصر معروفة للأسف الشديد وسمعتها ولا ما تروحيش يعني انا افتكر آآ افتكر ان انا كان حيلم حياتي حيلم حياتي انا وانا صغيرة كنت بروح المنتزة مع آآ اهلي بابا وماما واخواتي وكده لكن وانس ان انا بقيت آآ وفي موعيد محددة لكن لما قبرت شوية بقيت عايز اقول انا عايز اروح المنتزة يبقى عندي وعي اكتر مفيش حاجة اسمها المنتزة يعني كنت بحلم آآ اني آآ اكبر بس شوية تخطب واتجوز وكده عشان ااخد جوزي وروح شوف المنتزة دي ايه اللي مش راجين يدخلوني المنتزة آآ ولأ وما حاتش خش المنتزة ولأ وما ينفعشي ولو بالليل لا يبقى فيه فرح داخل المنتزة لو عايزين نتماشى لا ما ينفعش تتماشي وكان فيه محزير مثلا كتيرة واماكن كتيرة في مصر وكلكم عارفين البلاوي اللي بتحصل فيها فموضوع ان الاعلام يركز آآ اليومين دول على يعني في يومين كده الدنيا متكربسة قوي على حاجات طبعا هو مهم ان احنا نعمل فوكس عليها لكن الحياة مش هتمشي باحداث فردية اللي السوشال ميديا تعمله الليلة وبرامج التريندات تتكلم عنها في الفضائيات ثم ماذا بعد ذلك ما طول ما احنا ما عندناش قوانين يعني صريحة ورادعة يبقى ما حاتش ضايع وقتنا ويعودوا يعصبونا ونحزن على الفاضي تمام تحياتي لكم وانا بتمنى لكم جميعا الخير وخلي بالكم كورونا منتشرة في مصر احزروا احزروا وخلي بالكم كويس جدا وانتبهموا انتبهم خفوا على نفسكم حياتي ليكم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله